اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوم يومين لازم يعني تستخدموا على مود ما يحمض لذلك ابدوا دائما بكميات قليلة ومن تحتاجون اكثر زيدوا كمية العصير رح استخدم انا نصف طبقة ورح اقطعها بهشكل هذا قطعتها بهشكل هذا الى مربعات صغيرة على مود يسهل ويسرع عملية تذويب القمر الدين بعدين خليتها في وعاء او كاسة بعد ان قطعتها بهشكل هذا وعلى نصف طبقة من القمر الدين رح اضيف كوب من المي الحار واشي اكيد اذا استخدمتوا الطبقة كلها مع القمر الدين فلازم اضيفون اربع اكواب من المي الحار بما انه انا استخدمت نصف طبقة فاضفت كوب من المي الحار فقط بعد ان ضفت المي الحار حركت القطع شوية وسرح اغطيها واتركها لمدة ساعتين بعد مرور ساعتين رح نرجع عليها رح نلقى القطع ذابت تقريبا وصارت كلش طرية وسهل انه نخلطها بالخلاط بالنسبة للخلاط اما تستخدمون خلاط العصير العادي او اذا عدكم من هذا المكسر اليدوي سهل عليكم الشغل اكثر تخلطوها بهشكل هذا الى ان تجا نسعدنا كل المكونات تكون هسا عدنا عصير كلش مركز لازم نخففه حتى نقدر نشربه درجة التخفيف مات العصير حسب رغبتكم شون انتو تحبون تشربوا كلش ثخين كلش خفيف وسط هذا الشي انتو تتحكمون به باستخدام المي بالنسبة انه نحب نشربه لا كلش خفيف ولا كلش ثخين وسط لذلك على هذه المقادير اضيف اربع اكواب من المي وبالنسبة للسكر فايضا شي اختياري انتو قد تحبين تكون درجة حلاوة الشربت انا اضفت ملعقتين طعام من السكر يعني درجة حلاوة العصير ودرجة تركيزه اشياء انتو تقدرون تتحكمون بيها شوفوا هنا تركيز العصير الشون حلو ومتوسط لا كلش خفيف ولا كلش ثخين ان شاء الله تجربون هاي المقادير وان شاء الله تعجبكم هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم سوينا شربة قمر الدين الطيب اللذيذ المفيد ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وحبيتوها اذا حبيتو الفيديو لا تنسوني باللايك اشكر متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة